بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبايب قلبي وعيوني حبايب مرفت يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة عاملين ايه يا حبايبي؟ تعالوا بقى النهاردة ان شاء الله نعمل روتين حال وروتين بقى ايه؟ عارفين روتين زفر الزفر كلنا عارفين البط بنسمي زفر وناس كتير جدا تعرف الموضوع ده هنعمل بقى حت الدين بطاية وشوية رز مبهرين كده بالكركم والكاري بصوا وشربين شربة تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول هنعمل ايه؟ مبدئيا كده البطاية دي كانت في الفريزر اللي يخليها لونها حلو وطعمها سكر وطلع حلوة كده كأنها جاية من عند الفرارجي المحلول النقق اللي دايما بقول لحبيب قلبي عليه حطت البطا فيه من الصبح بادري كده قمت طلعتها من الفريزر وبس حطتها في محلول النقق ما عملتش اكتر من كده وغسلتها بقى بمية كتير كده محلول النقق ده مريح جدا 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 وللحاجات اللي في الفريزر اخدت بقى بصلاية حطت عليها فلفل اسود بهرات حبهان بلحة الطيبة على معلقة سكر على مكعبات مرأة وشوية ملح ودعكتهم الدعكة اللي هي وبتبل البطا كده وبحط البصل بين الوراك وفي البطن كده وريتكم البطن حبيبي فيه حاجة اسمها فشش كده في البط دي لو ما تشلتش بتبقى كارسة لما وشفت كل الزفارة تمام لازم نزبطها كده ونخليها زي الفل علشان لما تبقى نظيفة وحلوة بيبقى طعمها حلو خلاص انا بقى ايه حطتها كده هي رجليها مقطوعة مفيش مشكلة خالص هنتصرف احنا ستات شطار وجبت خط كده ولفتها وزبطتها علشان يبقى شكلها حل ما تبقاش فتحة رجلها كده في الايه في الحالة يعني يبقى شكلها وحش تمام حطتها كده سقطتها كده في المية بتاعتها وشوية بقى البهارات البصل كده بالبهارات اللي فضلين وكده كده ايه هتبقى يعني دي كانت شربة كمان فهتبقى زي الفل بإذن الله بصوا كده خلاص اهيه بتغلي كده بس انا مهدية النار عليها جدا انا بحب الطيور واللحوم النار تبقى هدية نعرفها ازاي استوت يا حبيب قلبي الجناح يبقى كده الجناح اللحمة بتروح سايبه خالص للي بس مش عارفين او البنات اللي هما لسه العساسيل اللي هما لسه متجوزين قريب ويعرفوا البطة استوت ازاي من الجناح ده تمام والشربة بقى بتبقى طعمها حل والبط بيبقى طعمه حلو او الفراخ او اللحمة من النار الهادي قطعنا بصلايا كده محترمة متوسطة وحمرناها بصوا بقى انا كان عندي اشطة كتير في الفريزر عند بنتي يعني فطلعناها وعملناها احلى سمنة بلدي ممكن تشوفوها في حياتكم تمام بصوا ماشاء الله حلوة ازاي زي الفل اللي عاوز بقى الطريقة بالتفاصيل انا عاملالها فيديو تحت ده على طول وكمان هسيب لكم الطريقة بالتفاصيل تحت في صندوق الوصف وفي شاشة النهائي خلاص هسيبها لكم والفيديو تحت ده على طول بس انا حطها لكم كده في الروتين ايه لمنا بقى كل حاجتنا كده وزبطنا الدنيا وقلت بقى ايه والبطة شغالة كده والرز شغالة على النار والاكل بيتعمل البطية كده جوه اللي تحت الشوية بتتحمر والرز البصل على النار روح تضربها بسرعة كده وقلت احطها وانجس حالي مرة واحدة تمام احلى زبدة ممكن تعملوها في حياتكم على فكرة فيها تكات وليها حرقات كده وليها حاجات بمناسبة يعني ان انا كنت عيشة في الارياف لفترة طويلة فعارفة الحاجات دي ايه اصولها وبتتعمل ازاي اخدت بقى البصلة حمرت بقيت لونها دهبي معلقة كاري معلقة كركم كبيرة وحطتهم ومكعبات مر اودتهم شوية شربة بس يطلعوا ريحاتهم بصوا البطية دخلتها تحت الشواء ولا زيت ولا سمنة ولا صلصة ولا طماطم ولا حاجة خالص البطية تدخل كده علشان الدهنة اللي فيها تنزل وتبقى الجلدة بتاعتها مقرمشة وحلوة زي ما دايما بقول لكم في الفراخ خلاص البصلة مع الكركم مع الكريم مع المكعبية بقوا تمام كده وغليو غلوة حلوة وزبطت طبعا الطعم والملح وكل بس خلي بالك في شربة وفي مكعبية فرشة رشة صغيرة جدا كده ملح والرز ده رز بسمتي وغسلته على طول وبحطه شايفين القعد لازم يبقى قعده كده علشان البسمتي بياخد أكتر من البلد حطيت بقى يعني نقول نص كباية سوداني ونص كباية زبي تمام وهغطي عليه والسمنة على النارة هي بتستوي منه وأنا وقفة في المطبخ يبقى الحاجة تتعامل مرة واحدة وننجس حالنا علشان ايه ما يبقاش لها وقت تاني أو شغل تاني والدنيا بقى متبهدلة كده مع بعضا تمام بتغلي أها والرز كمان على النار والبطة في الفرن خلاص قربت تتحمر وبصوا استاوت هاي ما شاء الله لإننا وقفة على طول بقلب فيها وإيه ما سبتهاش يعني بصوا جميل عايز أقول لكم الريحة فزيعة خلاص هي كده استاوت قدت اللون ده كده المرتبة بتاعتها تبقى لونها ده بنعرف إنها خلاص مش قط في واسابها بقى أشيلها خالص لإن الشبكة بتبقى واخدة سخنية فممكن تحرقها لك وتلاقيها غمقت والسمنة البلدي لما بتغمق بتبقى راحتها خلاص راحت ومبتبقاش حلو خلاص أنا مجرد ما قرر أطفي أروح سحباها كده من على النار تمام حلوة كده زي الفل تمام يا حبيب قلب مرتب ما تيجوا بقى نصلي على سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام شايفين يا حبيبي حلوة قوي أهيه بصوا المرتبة بتاعتها في ناس عشق المرتبة دي وبيأكلوها وبيحبوها جدا ويحطوها على البيض ويغمسوها كده بعيش طازة بتبقى حلوة جدا خلاص الرز ما شاء الله استوى أهو وبقى جميل وعايز أقول لكم لونه ورحته وطعمه حلوة جدا جدا شارب بقى شربة بط متزبط كمان ما حطوت له مكعباية والشربة كمان كنت حطت لها مكعباية غير اللي حطتها مع البصلة والطعم حلو ومتحيق تمام والبطية بصوا بتحمرها تحت الشوية حاجة كده آخر جميل والله آخر جميل بصوا رحتها ما شاء الله هنأكل بقى صلطة خضرة والرز والشربة تمام أنا هاخد بقى الحتة البطية كده وطبق الصلطة وخلاص نخسل بقى موعين الغدى على طول بصوا ديريكت كده واحنا واحنا لسه واكلين علشان لو قعدنا وريحنا هنتعب ومش هنقوم وبرضو يا حباب قلب مرفت يا عيون قلب مرفت بطلب منكم يا حبابي ما تنسونيش بالله عليكم بالله عليكم وحيات أولادكم ما تنسونيش بالدعم اللي بيشوف الفيديو يروح تايس لايك ويعمل اشتراك في القناة لو مش مشترك ادعموني يا حبابي والله العظيم محتاجة دعمكم جدا جدا والله بتعملوا خير كتير خير كبير جدا وخير كتير جدا لان زي ما قلت الحباب قلبي اللي متابعيني وعارفين انا عاملة عمليتين في ظهري ومقدرش اشتغل ولا اعمل اي حاجة ويعني طبعا حبابي اللي متابعيني عارفين الكلام ده بس ربما يكون حد جديد ايه مش عارف الظروف انا مقدرش اشتغل وجوزي رحمة الله عليه متوفي فاعمل ايه قلت افتح القناة كده وانا قاعدة في البيت وبعمل كده كده بعمل حاجات بيتي اعمل القناة ويبقى بقى ايه تشرفوني كده بمتابعتكم ودعمكم وربنا يجازيكم كل خير يا ربي يجازيكم الف خير تمام يبقى حبابي بقلبي وعيوني ما ينسونيش يشتركوا في القناة ويعملوا لايك للفيديو وتدعموني يا حبيبي ورجزكم الله كل خير خلصنا كل حاجة كل حاجة تمام تعالوا بقى نشرب كوب بيتين شاي كده نحبس بيهم نضرب الشاي ده ونريح بقى وقولكم اشوفكم على الف خير كانت معكم مرفة من يوميات لدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفكرك يا امر دوسي اشتراك ولايك حالة يلا سلام بحبكم جدا